كلف رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي منظومة الشكوى الحكومية بسرعة التعامل مع أي شكوى واردة بشأن المبالغة في زيادة تعريفة الركوب أو احتكار المنتجات البترولية وشدد رئيس الوزراء على زيادة الحملات المشاركة مع الأجهزة المعنية على مواقف السيرويس والمواقف الإقليمية والداخلية داخل كل محافظة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة مع ضرورة أن تتناسب الزيادة في أسعار تعريفة الركوب مع الزيادة التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية وفي هذا الإطار أجرى مدبولي اتصالات مع وزير التنمية المحلية وعدد من المحافظين للتأكيد على ضرورة التنصيق الكامل بين مختلف المحافظات لتحديد أسعار تعريفة الركوب بين كل محافظة وأخرى كما كلف مدبولي بتفعيل غرفة العمليات بمركز معلومات مجلس الوزراء لتتولى التنصيق بين مختلف الجهات المعنية